اللمحة الزكية قوي وربط حضرتك 2019 و2020 ده بيقودني لسؤال هي الرؤية العامة للاقتصاد في 2020 والمؤشرات العامة 2020 اعتقد يعني احنا مهاردة بنبص على العجز اعتقد انه حيستمر في النزول العجز كنسبة العجز للنتج المحلي احنا متوقعين السنة اللي جاية تبقى في حوالي 7-7.5% من النتج المحلي وده حيبقى تقدم كبير جدا من الشق او من الجانب المالي نعم الميزان التجاري او صافي ورد استراضنا وتصديرنا من السلع والخدمات اعتقد ان الميزان الجاري قد يتحسن اكتر السنة اللي جاية احنا بنتكلم في حوالي 2.5 فقط عجز الميزان الجاري من النتج المحلي والرقم ده كان 6% وده كان رقم كبير اوي كان يمكن احد اسباب قزمة الدولار اللي شافتها مصر من كم سنة النهاردة احنا بنتكلم في 4-4.5 مليار دولار عجز متوقع وده يمكن بسهولة جدا تغطيته من بقية جوانب الميزان المدفوعات فاعتقد ان من ناحية السيولة الدولارية من ناحية عجز او العجزين بقى بسمول توين دافست او عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة اعتقد ان ده حيستمر في التحسن التضخم احنا قراردي شفنا تحسن كبير في اسعار التضخم متوقعين ان هو يبقى من 7.5-8% وده حيدي مساحة للبنك المركزي انه يخفض اسعار الفايدة زي ما قلت الحديثك بحوالي 100-150 نقطة اساس جميل هل هيخفضهم عفوا في الاجتماع اللي جاي يوم 16 يناير ولا هيخفضهم على مدار السنة انا الحقيقة معرفش توقعتك يعني هل ممكن ياخد قرار زي ده بتخفض 150 نقطة في مرة ما اعتقدش وطبعا يعني ممكن بس انا ما اعتقدش انه ممكن انها هتتعامل يعني بالشكل الاجراسف ده اعتقد ان هي هتبقى جراديولي او بالتدريج بالتدريج ولكن هي الفكرة مش هيعملها في الاجتماع القادم او اللي بعدية او كده الفكرة كلها ان المستثمر يبدأ يحط في الحسابات في دراسة الجدوى اسعار فايدة اقل يبقى الانسان النهاردة اللي بيتدخر في الجنوك او اللي بيتدخر في العقارات يبقى عارف ان عنده اوعية دقارية اخرى ويبدأ عجلة السمار تدور من جديد الاقراض للقطاع الخاص بسبب ارتفاع اسعار الفايدة كان الحقيقة بيعاني بشكل كبير جدا لو احنا بصينا من 2016 دوايت النهاردة معظم الاقراض اللي تم للقطاع الخاص كان ويركين كابيتل او رأس المال العامل اللي هو short term او في مدى قصير جدا مكانش فيه اقراض طبعا ما ينفعش نعمم ولكن الاتجاه العام مكانش فيه اقراض ليه استثمارات طويلة العجلة طبعا ليه لان انت النهاردة ما كنتش تقول تتحمل اسعار الفايدة 23% 24% كان صعب اويا مع خفض اسعار الفايدة اعتقد ان دورة الاقتمال للقطاع الخاص هتبدأ تدور من جديد وده لازم ينعكس ايجابيا على القطاع الخاص وعلى عجلة الاستثمار اللي اتأثرت كتير من برنامج الربط المال طبعا